أربعة معاقين وأب ضقت به حدود الصبر هي عائلة شرقي القطن بحي الرملي بالعاصمة منذ أزيد من ثلاثين سنة تحتمي تحت هيكل لشحنة تتخذ منها مأوى في خياب أبسط ضروريات الحياة بعد أن ظلت بهم سبل في الحصول على سقف منزل يأويهم رغم الملفات العديدة المدعى لدى السلطات المحلية التي لم تحرك ساكناً إذا أهذه الوضعية المقرفة الذي تضطر العائلة أن تعيشه يومياً وثلاثين سنة سكنا هنا ثلاثين سنة أدريك عزيزين هناك وعطيك كل شيء أبا هنقول لك ما يجيوش ما يجيوش المسؤولين كي يجيو يتلبونها يتلبونها ما يخليوناش والله غير صار جولي طنع بلد هذه الدولة والدولة أملوني جيو الصناق جابوا لكمين هذه وقالوا له ما تدورش غير ما تدورش الإبن البكر صاحب 23 عاماً ممن لم تزعجه مقابلة الكاميرا يظل يتنقل بين ألعابه البسيطة طوال الوقت أما بقية إخوته فقد أحرجهم تواجدون بالمكان فقرروا الاختباء إلى غاية أن يتم تجهيز الطعام الذي غالباً ما يتكون من الخبز اليابس وبعض الوجبات الباردة التي يتصدق بها عليهم المحسنون كانت هذه حياة عائلة شرقي التي تأمل أن تصل النداءاتها إلى المسؤولين لعل ذلك ينقذهم من هذه المعاناة التي تلازمهم يومياً ترجمة نانسي قنقر